بسم الله الرحمن الرحيم نحن نرضى في الجاملية العمومية بنقطع مهندسين الكيزة طبعا الحمد لله بحضرنا السنة اللي فاتت وبصراحة انا بحس ان الكيزة يعني منظمة واحنا الحمد لله في الكيزة يعني بنقطع مهندسين وبقى فيها عندنا تجديد نصف فتلاقي لموضوع السلطة في تداول محترم ان احنا مهندسين نازم بنعمل يعني حالة من الديمقراطية الجامعية اللي فاتتها الجامعية المرة دايما بنطبع الميزانية بتاع الجامعية انا مش مؤقرض انا بس الفكرة كلها بتمنى يعني ان احنا كل اللي حضرين الجامعية مهندسين فتبعت من الناس على مواتساب يعني نوفر حضرنا مؤتمر المناخة مش مهندس التمراز حتى اصالات البنوك باركود كلهم حتى باركود باركود وكل حاجة دلوقتي بتقليل الحفاظ على البيئة نتمنى ان من دم المرحوظات انهم يقللوا بس المرحوظات عشان توفيرها للنفقات وعشان خطر يبقى احنا كمهندسين كلنا يقدر نتطلع ويبقى بيننا تواصل الحمد لله انت عامل حاجات جروبات جميلة ومعظم المهندسين اللي مابوتين في الماكلس لهم جروبات بتواصل معهم فبالتالي معظم اللي بحضر الجمال العمومية اساسا يعني متواصل مع الماكلس يعني احب اذكر حاجة عن كوب 27 انا طبعاً لما روحت هناك انا الموافجة اللي جاتلي دفعت فيها فلود بس لما روحت هناك على يدك انا بعدت كامل واحد يجي عندنا هناك يعني انا دفعت 5000 جنيه لحد عشان يجيبلي الموافج اننا ندخل شرب الشيخ في كوب 27 انا لما روحت على يدك احنا جبنا نواب يعني جبنا مواثقات لنواب يعني جبنا تعريباً صور البطاية عندي لأكثر من 52 واحد مجاناً قلنا نتكلم عن النوطة دي طبعاً انشرفت ان انا يعني هي المشكلة كمان الحضور يعني مش مدوم احنا راحين بنمثل نفسنا نعم فبناخد فندق وبنحكز وبنروح عشان ندخل ده ده انا بكلم قبل مسافة وعشان ندخل المكان لازم وفاة امنية وحاجات زيكة وفعلاً بالفعل انا المهندس محمد طبراس تكبتنا تكاليف من الجواح وبدأ ان المهندس محمد طبراس كان شاطر ما شاء الله علي كان كل شوال ايه احد ايه 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 اابني دا جاي ايه اعملوا وجابوا وطبعاً دي كانت حاجة جميلة وكان فيه طائم كبير جداً من نقابة المهندسين كان ممثل للنقاب ممثل للمهندسين مصر في قابة هوند سيبن وأسماء كثير جداً وكانوا فعلاً بتواجدوا في الجلوسون والجرينفون وإحنا حضرنا معظم الجلسات وعرفنا معلومات قيمة جداً طبعاً أنت قادرة بقى وكيد نشرت منها حاجات على صفحتك بشمانستان نشكرك بشمانستان دوح بدوي نور الدنيا وأدى الدنيا إعلامي ننقبة المهندسين وإلك المجتمع العلمي كمان